عايز اقول وجهة نظري عادت افكر كتير اقولها ولا لا بس اقول وجهة نظري لو الاهلي بيفكر في كيروش وخليلوزيتش ومدرب اخر فانا بقول رأي وجهة نظري اللي ممكن تكون مصصحيحة وممكن تكون صحيحة ان كيروش هو الانسب تقولي ليه اقولك اول حاجة كيروش يعرف العيب النادي الاهلي معظم العيب النادي الاهلي كانوا موجودين مع منتخب مصطول فترة كالوس كيروش يعني اللي هتذكرهم يعني محمد الشناوي اكرم توفي محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم حتى رامي ربيع دخل بتتكلم في حمدي فتحي عمر السولية محمد شريف دخل شوية وخرج افشا دخل شوية وخرج دول اللي انا فاكرهم دلوقتي يعني دول اللي جوم على بالي فدرب معظم لعب النادي الاهلي فعارفهم كويس فمش ياخد وقت انه يتعرف على اللاعبين ده واحد اتنين عنده الشخصية القوية اللي تقدر ترجع لللاعبين سكتها في نفسها تلاتة انه بيعرف يشتغل مع الظروف الصعبة كل ده انا بقوله طبقا اللي شفته مع منتخب مصر الظروف الصعبة اللي هو ايه فيه اصابات فيه غيابات فيه انت في كاس الامر افكاك العمالي كل يوم ويقع لواحد وفجأة لقى واحد دخل يبقى زي اللي كان موجود بالزبط فما تحسش ان فيه مشكلة فالاهلي محتاج المدرب ده اللي مش هيشتك اللي مش هيقول انا عندي الصوات فمش عارف هلعب لأ هيعرف يطلع غيره بيحب يكتشف مواهب يعني ممكن تلاقيه ياخد لعيبة شباب من النادي الآلي ويديها بشكل أساسي ده ما عمل مع محمد عبد المنعم جابه يبقى أساسي مع منتخب مصر مثلا النقطة المهمة اللي في رأيه مهمة جدا للنادي الآلي اللي لوقتي انه هو الآلي محتاج مدير مدير فني مدير مش مدرب بس مدير يعني ايه ينظم البيت بقى من جوه ينظم اللاعبين سلوكيات اللاعبين افكار اللاعبين تدريبات اللاعبين كل حاجة يخص الفرقة يبقى هو مدير مش مجرد مدرب فاكروش عنده كل المواصفات دي ضيف على ده بقى نراجل خاص بقى فاهم القارة الأفريقية ملاعب القارة الأفريقية فاهم ظروفنا في مصر فاهم تفاصيل المسابقات في مصر فاهم كل حاجة كل حاجة يعني مش هيتفاجئ من اي حاجة يعني مش هينفع يطلع في المؤتمر يقول ايه ايه ده هو انتو عندك يا جماعة ضغط المباريات لا ما انت عارف ايه ده هو الاهلي عنده اصابات كتيرة ما انت عارف ايه ده الاهلي ما عندهش عمك في التشكيل بتاعه ما انت عارف ورينا العمك ايه ده الملعب اللي في أفريقيا مش جيدة ما انت عارف لكن هتجيب اي مدرب ما اشتغل شعب كده وما شافش اللي هنا هيبدأ بقى يتفاجئ ويبدأ يطلع يقول ازاي ده بيحصل وازاي في ضغط كل ثلاث مباريات وازاي ما فيش لعيبة وازاي فيه اصابات الاهلي مش محتاج ده دلوقتي الاهلي محتاج الجاهز ده في رأيي ده في رأيي طبعا اللي موجودين في النادي الاهلي اكفأ مني يعني اللي موجودين في النادي الاهلي اصحاب القرار اكيد اكفأ مني فهيشوفوا الصالح اللي بقول رأيي ابداردش مع حضراتكم ممكن يبقى حضراتك برضو تتفرج علي تقول لي اصلا هو مدرب دفاعي ما هو مدرب دفاعي كان بيلاعب مين كان بيلاعب مين لما كان بيدرب منتخب مصر كان بيدعب الكاميرون والسنغال وكوديفور والمغرب منتخبات عندها أقوة هجومية مش طبيعية فبالمقارنة بالمستوى المنتخبات فانده ما كنتش الأقوة لكن ما يجي يدرب النادي الآلي فهو بيدرب الأقوة قريدي فمش هيبقى محتاج يلعب دفاعي طبعا الحرص الدفاع ده حاجة مهمة لأي مدرب في العالم بس مش هيبقى بيديك نفس الصورة اللي كنت بتشوفها مع منتخب مصر مع منتخب مصر كان مضطر مع الأهل مش هيبقى مضطر التوريدي معك أقوة فرقة فده فيما يخص كاللوس كيروش وزي ما قلت لكم مجرد رائشة مجرد رائشة